هي من وقتها تردد الأسماء لكن باقي نقول أن هل من صلاحيات ومن مصلحة صلاحيات ومصلحة الرئيس أنه يعتمد هذا الخطاب التعميمي هذا خطاب التعميمي تعميمي جاء بربي لوحدة نبشي نهار غيب نهار كان جيت من اللي يجيه كل يوم رأني متهم على حساب هذا تعرف روحكم ما عملت حدا شيء شوف أنا لعندي نقوله ولا عندي نكتبه غير هذوكم ما تلقى شيء مش هذي المشكلة مش ندافع على نفسينا أما نقول هل من مصلحة وصل لحياة الرئيس أنه يتوجه بهذا الخطاب التعميمي ضد قطاع الأعلام أنا من صورش رغو قطاع الأعلام هو مرآة هو مرآة تعكس ما هو موجود في الواقع وفي الواقع موجود الغف والسمين وفي الواقع موجود الجيد والسيء وفي الواقع موجود القانوني وغير القانوني لكن في الواقع أيضا موجود القوانين المنظمة للبلاد من اختارق القانون ومن تجاوز القانون يتحال بمقتضاء القانون ومن عبر عن رأي ليس من حق الرئيس ولا غير الرئيس أن يصدروا أن يصدروا الرأي يمتعه أنا أنا نقول أنا نقول أنه موش هذا هو مربط الفرس باقي أسمعنا الرئيس تكلم منذ تقريب ثلاثة أو أربع مرات ولا مرة إلى حد الآن قينا في الكلام قلتك عندما يتكلم الرئيس يجب أن يتكلم بشعة إجراء حقيقي يعني إذا كان جاءت كلام الرئيس مدروس من ناحية الاتصالية ومن ناحية الجدوى الجدوى السياسية يعني وش يكونوا يقوموا بعملية الدرسة ما هو الفريق الفريق المحترم يعملوا هالجدوى السياسية والجدوى الاقتصادية من كلام الرئيس إذا كان جاءت كلام الرئيس متضمن إجراءات حتى بسيطة لكن إجراءات المواطن تونسي يحسها عندها إفادة آنية وعندها مردود آني عليه هذا يعطيه قابلية أكثر عند المواطن ويحسن العقد اللي يربط الرئيس بالمواطن وحان الوقت أنه نقول للرئيس أنه في السياسة راه عقد وواحدة من الثنين إما تختار أن يكون عقد إذعان وبالتالي ندخل تحت تصنيف نظام ديكتاتوري مهما اختلفت الدرجات أو نظام تعاقدي بين ظفرين تشاركي وقتنا ندخل تحت جببة الديمقراطية مهما اختلفت الدرجات يعني راه في السياسة العقد هو التقاء مصالح إذا كان أنت تحط نفسك ضد مصالح الكل كل المصالح الأخرى أنت ضدها ما ري نكش ما ري نكش مع عشكون يمكن أن تتصالح مع عشكون أنه تتصالح راه في السياسة في السياسة هي عقد 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 هو تلاقي مصالح ومصالح خلينا نحط له الحد الأدنى لما تجد اجتاعته أن المصالح هذه لابد أن تحترم الوطن وتحترم مثل الوطن وتحترم الدولة وتحترم المجتمع في دونس مصالح شخصية ومحصصة محصصة خلينا يعني مليش نحكي مليش نحكي على هذا مليش نحكي على هذا أنا نحكي يراه على شيء كبير أكبر أكبر بياسر قطلك في السياسة في السياسة إما أنه نحط نفسنا في طائلة العقود الإذعان وبالجل ندخل تحت طائفة الدكتاتورية مهما اختلف الدرجات أو ندخل في العقد التشاركي العقد الاجتماعي التشاركي وقتها نختار سبيل الديمقراطية خلينا نقول الديمقراطية امتعن أسيني فهم الديمقراطية بارك في التشاركية فهم الديمقراطية بارك راه تصلح في الهند وفي السند وتصلح في تولس وتصلح في الصومال وراهوا مع الناس جمقراطية متاعنا لكن راهوا السياسة الغاية متاحة مش الثواب راهوا خلينا نفهمه راهوا احنا ما ناش في مرحلة الثواب راهوا في مرحلة تحقيق المصالح واطن إذا كان من نفهموش أنه السياسة ما يش الغاية منها الثواب الرئيس شقد يحكي في ديسكور رباني معناها خطاب رباني وبشي قعد الخطاب الرباني هذا بعيد على الواقع بعيد كل البعد على الواقع ولكن هم مبعد على الواقع وقت يتحدث مهدي على ناس اليوم عندهم أو انتفعوا على أساس الاربعين مليار وكل فلوس بريطانيا اللي تحكي فيها وفلوس هولان ده صحيح هذا ولا موش صحيح أكيد صحيح ما لمش حاجة لا لماذا 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 ترى الموضوع جديد كل هذه نجم تكون فيها قلة البحث وغير لماذا موضوع القديم ورأوا رئيس جمهوريك يتحدث عنده معطيات بالأسماء ودقيقة لم يتصور رئيس جمهوريك يتحدث على مجرد تأويلات ورأوا مفهم حتى قطاع مقدس ورأوا القطاع الإعلام معروف في تونس رأوا 40% منه قطاع العليم معروف قدل 40 مليار رأوا قطاع العليم في بارشة مرتزقة في ناس تحط في رويحة لا حرية تعبير لا حتى يسي ليش ما حتى تعبير على ذمة الفرنك وقت يتأخذ الفلوس يولي تتوجه التعبير على حسب الميد ومعلوم للجميع والأسماء تعرف أنا كنت وماذا يخرج لا لا تعرف لأن هذه تأخذ فلوس في مقابل توجيه الرأي العام رأوا أخطر سلطة في الدولة هي سلطة العليم لأن تتخلق لك رأي عام وهي لتوجه لك المواقف للشعب التونس وبالتالي نحن غريب علينا المشهد الإجتماعي الإعلامي الترذيل للمجتمع التونسي شفنا برامج تفها تتحرض على الفساد ويجب يتحدث فيها ويحكي ويقوم بلاتون معين ويقرف تسريب تسمع صوتية اليوم يجب لك شيء ماذا بي قطاع العالمي ينظف روح ورح رأي فما من الكافاءات العالمية وغيره يا أخوي عندك نقابة الوطنية للسحفيين عندك الهيكاة غيره يا أخوي قطاع العالمي يجب ينظف روح للقضاء لأن هذه خيانة ما معناها تاخد فلوس من طرف أجنبي بدون وجه حق الفلوس ينخذهم 40 مليار توظوم بصفتهم اخذهم 20 مليار 40 مليار يتعطاهم لأي إعلامي بصفت شنية وبدون وجه حق هذه تعتبرها فقط تعتبر مع أجنبي تعتبر تخابر مع الطرف الأجنبي هي تكشف لسمها وليسي قطف فيهم قضية قضية يجب يمشيوا للقضاء وخلي الناس تعرف أن تخرج لسة الإعلاميين المأجورين والتي تخفي الفلوس وترتزق للخطاع يتطهر بنفسه على قيل الشعب المواطن تونسي يعرف السيدة ذا رويخ الفلوس نسكو نسكو فرد نسكو نسكو نتحدث على الأطراف التي تخدم ضد مصلاح لا يجب لا يجب لا يجب لك فهم ونزيه وفما تلقى علاميين هات نشوف ثروات ونفهم ولي في عشرة سنين عملت ثروات غير عادية من أين لكم هذا من أين لكم هذا من أين لكم هذا سهل العملية وشنو يعني قتال الإعلام في تونس يدخل في برشة فلوس هالدرجة تي قتال الإعلام فيها نشوف العلميين لاحظة برتي واسا أختم واسا قريب الـ 40 مليار كانت أعطو المؤسسات العالمية الفلسط هذه رأيت حسنة الأمور علقينها رأو خرجوا منابر حوارية تونير رأي العام لا هما تتعطى الأشخاص معينين باش يوجهوا الرأي العام في اتجاه معين وذي فن متاع العشرة سنين يرأوا يلزم يلزم يتحل الدوسيات بالأسماء المنطقة متاع عليها وكذي يخلي وأنه توريط الأطراف المسخ باشتول المسخ المسخ المسخ